نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البورسات المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعين بدغوط مبيعية للمتعاملين العرب والأجانب وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 694 مليار و100 مليون جنيه وعلى سعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10678 نقطة وأغلق عند 10534 نقطة متراجعاً بنسبة 31.36% كما تراجع أيضاً أو فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان عند مستوى 1832 نقطة وأغلق عند مستوى 1825 نقطة منخفضاً بنسبة 42.100% وأيضاً فتح مؤشر EGX100 متساوي الأوزان عند مستوى 2786 نقطة ليغلق عند مستوى 2766 نقطة بانخفاض بنسبة 69.100% نتحول لا إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و23 قرشاً للشراء و18 جنيه و36 قرشاً للبيع اليورو سجل 18 جنيه و98 قرشاً للشراء و19 جنيه و12 قرشاً للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و36 قرشاً للشراء و22 جنيه و51 قرشاً للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه و96 قرشاً للشراء و5 جنيه للبيع